في شركات البرتمرشيب في فيديو سابق وضعت الفرق بين شريك مباشر وشريك يعني بواسطة وسيط كما قلنا وشرحنا كل الأمور في هذا الفيديو الذي في القناة يتعلق بهذا الأمر لكن هناك العديد من الإخوان يواجهون مشاكل إغلاق القنوات والعديد من الأمور التي هي كثيرة من هذا الموضوع حول إغلاق القنوات والعديد من الأمور هناك من يضع فيديوهات يجب الميزة التي في الشركات الوسيط هي حماية القناة وحل المشاكل وبالنسبة للمبتدئين يجدون مشاكل في التواصل مع يوتيوب وهنا الدعم هذه الشركة حتى وإن كانت بمقابل فهي تقدم لك الدعم وتقدم لك هذه الأمور لن ننسى هذه الأشياء بغض النظر على الأمور التي ذكرنا في الفيديو السابق فيمكن لبعض الإخوان أن يستفيدوا من هذه الشركات وهي شركات البرتنر شيب اخترت لكم اليوم شركة جيدة حتى النسبة التي تربحها من هذه الخدمة التي تقدمها أقل شيئا ما من بعض الشركات بالإضافة إلى حماية القناة وهذه الأمور وحل المشاكل فيمكنك التواصل مع الدعم والعديد من الأشياء التي ستفيدك هذا أمر لا نقاش فيه من حيث من حيث تقديم المساعدة وهذه الأمور شروط الشركة هي بسيطة يعني يجب أن تكون لديك أكثر من خمسين مشترك حتى وإن كان أقل هي جيدة بالنسبة للقنوات الصغيرة حتى وإن كانت أقل من خمسين مشترك يعني وأقل من ألف مشاهدة فيمكنك تجربة الأمر وتنتظر إلى أن يأتي القبول وبذلك يعني بذلك يمكن أن تكون بوسيط بالإضافة إلى أنها توفر طريقة الدفع بعدة طرق منها البايونر ومنها البايبال ومنها العديد من الأشياء التي يمكن أن تفيدك من هذه النحية أيضا وهنا بعض الإخوان سيحل لهم مشكل إغلاق القناة بغض النظر عن حل المشاكل التي قدمناها فيمكن أن تعتمد على هذه الشركات الوسيط هي أرباحها 25% هناك فرق بينها وبين شركات أخرى بدون أن نذكر الشركات المهم هنا كما تلاحظون منتدى يعني سأضع الرابط هو أيضا في الأسفل المنتدى يقدم لك الشروط ويساعدك في هذه الأمور وهذا الموقع الخاص بالشركة وهو skelelip.com ويمكنك التشجيل بواسطة قناتك بعد مثلا هنا يمكن أن تحولها إلى اللغة العربية كما تلاحظون العربية هكذا أبلي نو ويد يوتيوب يعني اشتراك بيوتيوب بعد أن تشارك سيقول للك بأن انتظر رسالة جيميل عبر في الجيميل الخاص بك سأجرب هذه القضية بقناة لدي كما تلاحظون هنا تضغط على إليو هكذا من ثم يقول للك ضع الإيميل الخاص بك هنا ومن ثم وافق على هذه الشروط الإيميل الخاص بك مثلا هكذا الإيميل الخاص بالقناة ومن ثم تقرأ البنود حوله باللغة العربية إذا كانت لديك مشكل في لغات أخرى ومن ثم accept apply now بعد ذلك يقول لك عليك آسف اعمال آسف اعمال وقرأت من الضغط لإبطان على التحقق بطون سنتوجه الى الجيميل الخاص بنا ومن ثم سندغطه على ذلك الرابط الذي أرسله وهو للتحقق بعد ذلك confirm my application تم تم التحقق بنجاح أو التحقق بنجاح هنا يقولون لك يومين عمل سيتم التحقق من قناتك هل قبلها هل تم قبولها أم لا ومن ثم ستأتيك رسالة في الإيميل وستعرف كيف ستتعمل مع الأمور بعد أن تأتيك الرسالة في الجيميل الخاص بك من ثم ستتوجه إلى إذا جاء بالقبول يرسلون لك رابط أو يوجهونك ويقولون لك تحول إلى مدير الفيديو في القناة لديك ومن ثم ستجد أن الشركة أرسلت لك دعوة من ثم تقبل تلك الدعوة تصبح شريك مع تلك الشركة وهذه هي الأمور يعني هذا كل شيء في هذا الأمر كما قلت سأضع الرابط للمنتدى شروط الخدمة والقوانين لكي تتعرف على كل الأمور التي تتعلق بهذه الشركة وتكون قناتك محمية إذا وقع أي مشكلة لكن الشروط من الشروط التي يجب أن تكون في القناة أن لا يكون فيديوهات عليها حقوق الطبع أو القناة عليها مخالفات حقوق الطبع والنشر ومن ثم سيتم قبولها إما أن تأتيك في 8.40 ساعة رسالة القبول أو تأتيك في أقل من 8.40 ساعة أو تأتيك رسالة دعوة في مدير الفيديو أو في منشئ المحتوى في قناتك يوتيوب سيوجهونك بكل شيء ثم تقبل تلك الدعوة وتصبح شريك معهم وهذا كل شيء أما بالنسبة إذا كانت هناك أي مشاكل في الموقع يعني في هذا القسم حل المشكل يمكن أن تجد المشاكل التي يمكنه